السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله ثبتنا الله وإياك اللهم اغفر لموتاهم اللهم اغفر موتاهم وصبر أحياءهم واخلف عليه بخير من عندك يا أرحم الراحمين فقدوا الحبيب مصيبة ولكن الصبر على المصيبة باب عظيم من الأجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من الذكر الله ولد واحد ومات لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت قاله عبد الرحمن بن عوف ما هذا يعني تبكي على طفل صغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون ما في لفظ ولا نقول إلا ما يرضي الرب فالبكاء على الميت بدون نياحة جائز ربما يكون سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكاء فمجرد الحزن والبكاء من غير سياح ولا ندم ولا نياحة جائز ولا نلوم من فعله لكننا نلوم من لم يصبر وفوت على نفسه الأجر وأحزن موتاه بما يسمعون من أخباره والقدر سيمر صبرت أم جزعت روية عن أحد الصحابة أنه قال إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور القدر جاري جاري بس خليه يمر بأجر ولا يمر بوزر آمركم وانصحكم أن تكثروا من قولي إنا لله وإنا إليه راجعون لتنعلوا ما وعد الله به أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وثقنا الله وإياكم للخير وعاننا عن العمل الصالح اللهم أدعنا على الدعاء لأمواتنا والصبر على فقدهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين